جزاكم الله خير وأحسن عليكم مستمع رمضة باسمها بالحرف من تسأل وتقول أحفظ معنى حديث أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملابسة شفافة فقال لها إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يظهر منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا لم يكن فمن رد عليه جزاكم الله خير هذا الحديث غير صحيح من ناحيتين من ناحية الأولى من ناحية سنده فإن فيه مقالاً بأهل العلم أنه حديث ضعيف جداً ومن ناحية متنة فإنه لا يليق بأسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة هم المؤمنين لا يليق بها هذا الوصف الملكور في الحديث وهو أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب غير ساترة هذا لا يليق بصحابية جليلة ولسيما صحابية من بيت أبي بكر الصديق واخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف فضلها وعلمها رضي الله تعالى عنها فكيف تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصدق فهذا المعنى مما نضع في الحديث أيران ترجمة نانسي قنقر